تظاهرات واعتصامات وإضرابات بهذه المظاهر قرر الإيرانيون التعبير عن رفضهم ارتفاع التضخم لأسباب من بينها انهيار قيمة عملة الريال الإيراني وغلاء الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد في كافة قطاعات الحياة في بلادهم التظاهرات التي انطلقت بداية عام 2008 وتوصلت حتى يومنا هذا وتصاعدت قوتها في الأيام القليلة الماضية مع الانهيار الشديد للريال الإيراني اشتاحت معظم المحافظات الإيرانية وكانت أكثر عددا في مدن أصفهان وكراجة وشيرازة والأهواز تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد كان أبرز أسباب تظاهرة المواطنين وأصحاب المحلات في البازار بشارع عطاء الملك في منطقة شابور بأصفهان وسط طهران وقد هاجمت القوات الأمنية المتظاهرين بأعداد كبيرة بهدف تفريقهم لكن المتظاهرين في الصفوف الأمامية للتظاهرة أجبروها على التراجع بينما كانت تهتف لدعوة باقي الناس للانضمام إلى تظاهراتهم كذلك قمعت السلطات الأمنية الإيرانية تظاهرات اندلعت في مدينة كراج مركز محافظة البوز حيث هدف المحتجون بشعاراته الموت للدكتاتور وعدونا النظام وليست أمريكا وندد المتظاهرون باستمرار إنفاق أموال البلاد على تدخلات النظام العسكرية لدعم الميليشيات الموالية له في دول المنطقة على حساب فقر وجوع الإيراني كما شهدت مدينة شيراز مركز محافظة فارس مظاهرة ضد سياسات النظام التي أدت إلى تزايد الغلاء والبطالة وانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي وبالرغم من أن قيمة الريال الإيراني المتدهورة شهدت انقفاضا جزئيا في السوق ونزلت من 130 ألف ريال مقابل الدولار الواحد إلى حوالي 120 ألفا في أسواق الصرف لكن الإضراب العام في البازار وإغلاق أسواق رئيسية في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية ما زال مستمرا ومعظم عمليات البيع والشراء متوقفة